تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة البرنامج الديمقراطي جدا اللي بحكي فيه وجهة نظري وبعدين بنتظر وجهة نظركم في التعليقات تحكي لي شو التوب 5 بالنسبة لكم حلقة اليوم للأسف شوي حزينة حلقة اليوم عن نجوم كبار في كرة القدم كانوا يخذوا رواتب عالية وشهرة عالية ومعرفوا يستفيدوا منها فانتهى فيهم الموضوع بالإفلاس ولعله أشهر واحد فيهم بلا منازع دياغو ماردونا اللي اضطر عام 2009 يقدم ملفات إفلاسه في إيطاليا بعد ما وصلت تراكم الضرائب وتأخره بدفع عليها ما يزيد عن 50 مليون دولار ماردونا من أسوأ من استغل شهرته ونجميته وأسطوريته ماليا الرجل خرج بلا استثمارات حقيقية الرجل عاش كثير أكثر على معونات الناس الكبار والأثرية اللي حبوا ماردونا وعرفوا ماردونا حتى يومنا هذا ماردونا دخل بمشاكل مالية كتير أكبر بسبب إدمان كحول إدمان مغدرات وحتى مشاكل شخصية للغاية هذا أول مثال نبدأ فيه والثاني هو النجم كبير أيضا حبيناه جميعنا رونالدينيو رونالدينيو في عام 2018 طلع خبر غريب جدا أنه رصيده في البنك تقريبا 5 جنيه سترليني رونالدينيو اللي تبينه عليه ديون تقارب 3 مليون دولار مش قادر يدفعها رونالدينيو اللي لما دخل السجن في البارغوي ما كان معا يدفع كفالة خروجه رونالدينيو نجم كان ساحر كبير لكن أيضا حياته الطائشة عدم تركيزه في المستقبل ما خلا يبني كثير لما بعد مسيرته الكروية وخلا بالتأكيد ضمن قائمة النجوم الأشهر اللي دخلوا بدائرة الإفلاس رغم أنه رونالدينيو للتوضيح ما قدم أوراق إفلاس قانونية لكن رونالدينيو بشكل عام لعب بوصل حد الإفلاس وحد الديون وحد الإنكسار ومحتاج وقت كثير تيتعافى أما اللعب الثالث فابراد فريدر الحارس المشهور جدا في البريمير ليغ هذا اللعب من المفلسين بطريقة كويسة لأنه بنى أكاديمية وقال بدي أعلم الناس مجانا ومصاريف هذه الأكاديمية كان يراهن يجيب رعاة وكذا يدفعوا على المصاريف لكن الرعاة ما يجوا وما دفعوا كان فاتحها بـ 2011 فالناس تفددت تستثمر فيها والنتيجة ذلك إضطر يوصل لديون في 10 مليون دولار وأكثر وهذا الشيء أجبره أنه يروح ويقدم أوراق يعترف فيها أنه أنا أصبحت مفلس عشان الفلوسي اللي عم بجيبها الآن هي يا دوب تدفع لديون اللي عليه وأكيد كل واحد بيعرف الدور الإنجليزي وكل واحد بيعرف كورت القدم بيعرف بول جاس كوين أسطورة من أساطير المنتخب الإنجليزي أحد أفضل المواهب اللي قدمتها إنجلترا في العصر الحديث اللي لم يكن أفضلها بالنسبة لكثار ناس بول جاس كوين يعني لعب فذ لكن خارج الملعب كان مصيبة خارج الملعب تورط في إدمان مقدرات تورط في إدمان كحول هذا وصلوا أنه صير عليه ما يزيد عن 400 ألف جنيه سترليني ضرائب مش قادر يتفحها مجموعة ديون هائلة مش قادر يتفحها هذا وصلوا أنه يقدم طلب الإفلاس مرتين هذا وصلوا أيضا أنه يظهر كهوملس متشرد في الشوارع لفترات طويلة من أسطورة كرة قدم للاعب يرحث عن مكان ينام فيه أما اللاعب اللي قصته مأساوية جدا في التحول من لاعب مليونير إلى لاعب مفلس اللاعب اللي كل القصص اللي طلعت عنه سيئة محزنة جدا فكر بالانتحار غسل ملابسه بيديه حسب قوله كان ينام خايف أنه ينطرد من بيته في أي لحظة نتيجة خسارته القضية اللي صالح زوجته اللي انفصل عنها وصلت فيه الأمور يطلع ويصرح عن وضعه وظروفه وقال أنا بس ربنا بقدر يساعدني نتيجة الظروف اللي أنا وصلت لها جده مات بالسرطان أخوه مات بحادث كله إجت مع بعض بمأساوية عجيبة جدا عاش إيمانويل إبوي وطلع التسريبات أنه ربما مصاب بالإيدز أيضا أو مرض من الأمراض الصعبة في الدم وحتى وكيل أعماله كسب قضية عليه أنه ما دفع له فلوسه وحرمه من لعب كورت القدم لمدة سنة إبوي نام في الشارع إبوي نام عند الناس إبوي نام في بيوت بابين 20-30 شخص من مليونير للاعبته وضاع لأنه ما عرف يستفيد من فترته وبالتأكيد من أكثر قصص الإفلاس إيلاما خلصنا القائمة الخمسة في لعبين اتنين حاب أذكرهم بيكا بس زيادة بابا يورو وريزا الاتنين كانوا يلعب بدورة الإنجليزية والاتنين انتهى فيهم موضوع بالإفلاس الأسباب مختلفة ريزا دخل بالاستثمارات أو وكيل أعماله بالأحرى دخلوا باستثمارات فاشلة خسرته أكثر من 3 مليون دولار أما بابا يورو فكانت المسألة مسألة إدارة أموال ومستقبل سيئ جدا واللاعب الطرف النهاية إي بيع بيته هي قصص إفلاس نجوم موجودة بكل الرئياطات اللي فيها فلوس كتير كثير لعبين بينسوا المستقبل وبراكزوا بالتنعم في الحاضر وبعدين بيكتشفوا إنه مش هيك الدنيا الدنيا لازم تخطط لقدام بقدر ما تكون تخطط للآن وتستمتع فيه هي هذه القصة بالنسبة لكم حكوا لي أسماء لعبين بتشعروا أنهم أفلسوا أو بتعرفونهم أفلسوا في تعليقات